اهلا وسهلا فيكم اعزائي واصدقائي بفيديو جديد ودرس قواعد جديد مع المدرس محمد حمد. يلي بدنا ناخده اليوم هو اول زمن لازم تبلش فيه بازمنة الانجليزي. وانا بعتبره هو اصعب زمن. وبس فهمته صارت الازمنة كلا ياتب يجيبتك. هو زمن البريزن سيمبل او الحاضر البسيط. لهيك درس اليوم رح يكون اطول من العادة. وينكن تضطر تعيد كم فكرة اكتر من مرة. فخليك صبور معي. وشاهيتك مفتوحة عن معلومات. ويلا نبليش. اذا انت كل يوم الصباح بتفيق وبتعمل رياضة. اول شي انا بهنيك على النشاط اللي عندك. وبما انك عم تركض كل صباح او كل يوم او كل كم يوم. فانت صرت عم تحكي عن عادة عندك. هابت. وبتعرف الفعل انه هابت بس قدرت انت تتخيله على ريزنا ما عندك عم يتكرر. كل كم يوم او كل يوم او كل اي فترة. وبس عرفت انك عم تحكي عن هابت او عادة. فانت صرت بتعرف انه لازم تستخدم لبرزن سيمبل فورم. او الفيرب وان. او التصريف الاول. كل هاي كل هاي مرادفات واسماء دلع للحاضر الوسيط. قبل ما تتابع بهذا الفيديو انا بنصحك انه تشوف في فيديو اساسيات الازمينة. لانه في معلومات راح تلزمنا بشكل اساسي بهذا الدرس. وهي الصورة صورة الجدول هادة هي من الدرس الماضي. وبس شفت انك عم تحكي عن عادة. وحكينا ان احنا عم نستخدم لبرزن سيمبل فورم يعني عم بستخدم الافعال بهذا الشكل بالتصريف الاول. يا اما مع اس المفرد الغائب او بدونه. خلونا نحكي بتفصيل اكتر. تعالوا نركب جملة. ونفترض انه انا عم بحكي معك وعم يقول لك ما شاء الله عليك انت كل يوم تطلع جري وبتركض. فاول شغلة بدنا نتذكرها دائما عندي structure او بنية الجملة subject verb complement. بمعني عم بحكي معك فالsubject او الفاعل راح يكون you. وانا عم بحكي عن الفعل اللي هو الجري. فعمقول run. you run. وبكمل complement تكملت الجملة لحتى يكمل معنا بقول every morning. انت تركض كل صباح. كتير شغلة بسيطة. اخترت run بدون s لانه الضمير هو you. ومثل ما بنتذكر من الدرس الماضي i, we, you, they. الضمائر بترك الفعل بحاله ما بضف له اس المفرد الغائب. بينما اذا انا وارفيقي عم نحكي عنك هالمارماني عم اوجه الكلام لإلك. انت بهالحالي صرت غائب. المتحدث بالحوار هو الطرف الاول. المخاطب هو الطرف الثاني. اللي عم تحكي معه. اي طرف ثالث ما نموجه لإله الحديث. حتى لو كان واقف جنبك وعم يسمع نحنا منسميه غائب. فبهالحالة اذا انا عم بحكي عناك انت صار اسمك غائب. ووقت منستخدم s المفرد الغائب. بتصير الفعل بهالحالة runs every morning. هذا هو الاساس تبع الحاضر البسيط. ناخد كمان مثال. اذا انا عم بحكي عن التلوس بالمدينة. وبدي يقول انه كثير عالم صار عندهم سيارات. يعني كثير من الناس يمتلكون سيارات هذه الأيام. هون شو الفعل يلي عندي عم يتكرر? شو العادة? ما في عندي هون عادة. انه الناس بتمتلك سيارات. وين العادة بالموضوع? انت هون ما عم تحكي عن habit. صرت عم تحكي عن fact. عن حقيقة عامة او دائمة. هاي الحالة الثانية يلي بديك تستخدم فيها الحاضر البسيط او الverb one. بما انه انا عم بحكي عن الفعل يمتلك فبستخدم have. مين السبجك؟ مين الفاعل؟ اللي هو عديد من الناس. many people. اه وهي جمع طبعا لانه العديد من الناس وهو معدود. people هي الجمع لكلمة person. معناته كأنه عم قول they. فبختار يا ترى have ولا has. طبعا مختار have. many people have cars nowadays. طبعا في حالات تانية غير الhabit وغير الفاكت لل present simple. بس نحنا هلأ عم نتعلم كمبتدئين بالقواعد. هدول الحالتين بكفوا وزيادة كبداية لحتى تقدر تكفي بالأزمنة. طيب مثال اخير. اذا بدي يقول طلابي متحمسون. طلابي subject او الفاعل بقول my students. هلأ منوصل على الفعل. لاحظنوا دائما عم نوقف ونفكر عند الفعل. شو الفعل هون? طلابي متحمسون. شو عم يعملوا? شو الفعل اللي عم بيصير? ما في عندي حدا عم يركض. ما في عندي حدا بيمتلك. كيف بدي انا نقل الفعل? بس وصلت لهيك جملة. لازم تعرف انه الفعل بيكون يكون. يعني كأنه عم تقول طلابي يكونون متحمسون. يعني بي. طبعا ما بتختار الفعل بي. متل ما هو. لان هو بيكون بالverb zero. متل ما اتفاقنا نحن بدنا نصرفه. لانه انا عم بحكي عن حقيقة. هلأ منو طلابي متحمسون. فمعناتها بدي اصرف بالverb one. am is are. my students هو جمع. معناتها بختار. are. excited. my students are excited. بتلبك شيء هالمعلومات. ما في مشكلة. هلأ بالتمرينات كله رح يصير اوضح. بس قبل ما بلش. بدي اضيف معلومة انه هدول الافعال نحن كله يعتهم اللي استخدمناه هون بسميهم فعل اساسي. الفعل الاساسي يلي بالجملة. يلي عم بيصير بالجملة. مثل مثلا كمان. he studies really hard. هو يدرس بجد. انا عم بحكي عن عادة. واستخدمت verb one. هلأ بدي يفوت لعنا ضيف على الجملة. هو صحيح ضيف. لكن رح يغير كتير فيها. هو الفعل المساعد. الافعال المساعدة او الauxiliary verbs او الhelping verbs. كله هاتهم مرادفات لنفس التعبير. بس نوجد بالجملة بيغير على معنى الفعل الاساسي. لاحظ. رح ضيف هلأ الفعل المساعد. can. يستطيع. بدل ما اقول هو يدرس بجد. صرت عم اقول. he can study hard. هو يستطيع ان يدرس بجد. كتير فرق بين الجملتين. انه بالقول انا بعرف ان هو عنده عادة. بينما هون انا عم بحكي عن امكانية. هاي شغلة الفعل المساعد. ممكن يخلينا نحكي عن امكانية. ممكن يغير الزمن. لحتى نصير نحكي عن المستقبل. ممكن يصير نحكي عن الماضي. ممكن نحكي عن الالزام. اه. كل فعل مساعد بيضيف او بنقص من معنى الجملة. بس هلأ ما رح نحكي عنهم بالتفصيل. لانه بالاصل فيديو اليوم طويل. ومو هذا موضوعنا. وكل هذا رح يمرق معنا بالمقاطع او بالدروس الجاية. بس اللي بديك تطلع فيه هلأ هو فكرة بس ايجانا. فعل مساعد معتها صار وقت نستخدم الفيرب زيرو. اذا لسه ما استخدمناه لهلأ. واكتب لي عندك ملاحظة. اذا عندك فعل مساعد بعده بدي يكون الفيرب زيرو. بصيغة المصدر. وملاحظة تانية. الفعل المساعد ما فيه له تصريف بالحاضر. مثل الافعال العادية او الاساسية. study studies. فيه له تصريفين. ما فيه عندنا كان وكانز. ما فيه له تصريف بالبريزنت. هلأ وانتو مجهزين بهالمعلومات هاي. تعنوا انتيل على هالتمرين. المطلوب منك بهالتمرين تختار الفعل المناسب لكل جملة بحسب المعنى. وتختار التصريف المناسب لإله بالحاضر. وقف الفيديو وحاول انك تجاوب عليه قبل ما أعطيك الترجمة. بعد ما أعطيك الترجمة كمان رح أعطيك فرصة تانية انك تحاول تحل. الجملة الاولى. I TV in the evenings. انا التلفاز في المساء. He always a suit to work. هو دائما بدلة إلى العمل. The teacher can English fluently. المدرس يستطيع الإنجليزية بطلاقة. Children must milk every morning. الأطفال يجب الحليب كل صباح. الأفعال بدك تختار منه. watch. يشاهد. speak. يتكلم. drink. يشرب. fly. يطير. ويرتدي. وهلا رح أعرض الإجابات. I watch TV in the evenings. انا اشاهد التلفاز بالمساء. عم بحكي عن عادة. ومعت عندي احتمالين watch أو watches. اخترت watch بدون ES لأنه الفاعل هو I. He always wears a suit to work. هو دائما يرتدي. استخدمنا هون wears مع ال S لأنه عندي he. انتبه انه ظروف التكرار أو frequency adverbs مثل always, sometimes, أحيانا, usually, عادة, often, غالبا, never, أبدا. كل هدول بيدلوا على عادة. معظم الأحيان بيدلوا على عادة. أو في عندكم كمان ظروف تانية ممكن يدلكم على التكرار مثل every day, every morning, every year, twice a week, twice معتها مرتين في الكزا الويك والليير. شو ما بدك? once a week مرة في الأسبوع. كل هذا الدليل على تكرار. انا ممكن لكم هدول الكلمات والعبارات بيساعدوكم لح تتعرفوا اذا في عندك حاضر بسيط. بس لاحظة انك انت تفهم معنى الجملة. لأن احيانا في عندك جمل بيكون فيها always. بس ما بتكون بالحاضر. مثل ما شفنا بدرس الربورتد سبيتش. الفيديو موجود. رح احط لكم لينك لقيله فوق. الجملة الثالثة the teacher can. طبعا the teacher يعني he. معناته لازم انا بالحاضر البسيط. لانه عم احكي هون عن عادة انه بيحكي انجليزي بتلاقة. لازم احكي لازم استخدم الاس. مظبوط. مو مظبوط. لانه في عندي فعل مساعد. كان. معناته بعده بده يجي verb zero. ما تبقل كان. speak. مو speaks. والجملة الاخيرة. children must drink milk every morning. وchildren يعني they اطفال بالجمع. ما بتاخد الاس. حتى لو كان بتاخد اس بما انه عندي must. بعده لازم استخدم الverb zero. اذا بتلاحظ دايما التمرينات العملية اسهل من الشرح النظري. بيشرح الواحد نصف ساعة. بيفكر ان الشغل مع ادي اخر شي بيطلعوا التمرينات كتير بسيطين. صفيان فكرتين صغار لهن النفي. والسؤال. negative form صيغة النفي. رح نتعلم بكل زمن بناخده سواء انه ننفيه. ورح نجرب اول شي بها الجملة. I am hungry. انا جائع. انتبه انه I am ممكن اختصرها تصير am. والنفي بيصير ببساطة باضافة not. I am not hungry. جملة تانية you are asleep. انت نائم. كمان you are ممكن نختصرها لحتى تصير you're. you're asleep. النفي كمان بيتم بكتير بساطة باضافة not. you are not asleep. وممكن نختصرها لتصير you aren't asleep. كمان مثال he is a good friend. هو صديق جيد. الhe is كمان ممكن نختصرها لاخذ العلم لتصير he is. he's a good friend. بنا فيه بتصير he is not a good friend. وهون في عنا اختصار is not وتصير isn't. لاحظ الاختصارات وسجلهم عندك لحتى ما تلبك فيهم بعدين. بالمبدأ انا بس عم اضيف not لحتى انفي. وهذا الكلام لما يكون في عندي فعل con. am is are. او لما يكون في عندي فعل مساعد مثل هالجملة. tom can read english fluently. tom يستطيع قراءة الانجليزية بطلاقة. الفعل المساعد اللي عندي اهو can. وكمان بنفي بس باضافة not. tom cannot read english fluently. او في عنا اختصار لايلا بتصير can't. اذا بس في عندي فعل كون او فعل مساعد ما في اسهل من النفي بس بضيف not وخالص. بينما لنفترض انه في عندي هالجملة. جاهز حالك هلا الشغل. you look handsome. انت تبدو وسيما. ما في عندي فعل كون ولا في عندي فعل مساعد. شو بعمل. انا من عندي بضيف فعل مساعد. وهون صار وقت اعترف لكم اني خبيت شغلي عليكم. اللي هو انه الفعل دو عايش حياة مزدوجة. وقت بده بيكون فعل اساسي. بمعنى يفعل. مثل الافعال الاساسية اللي شفناها كيف نستخدمها. وقت اللي بده بيشتغل كفعل مساعد بيساعدنا لحتى ننفي. فهي الجملة بتصير. you do not look handsome. انت لا تبدو وسيما. وكمان لحتى ما تزعلوا في عنا اختصار. you don't look handsome. اتذكر معي انه الفعل دو غير بقيت الافعال المساعدة. في عنده تصريفين. يعني الافعال المساعدة انا لتلكون انه ما فيه لهم تصريفات بالحاضر. الفعل دو الو. كان عنا يا اما دو او داز. هون اخترنا دو لانه الفاعل you. بينما بهالجملة. your friend looks handsome. صديقك يبدو وسيما. بهالحالة لانه عندي your friend. يعني he. باختار التصريف اللي هو does. your friend does not look handsome. انتبه كمان شو الاختلاف اللي عملناه بالجملة. looks صارت look. لانه ضفت فعل مساعد. ومتل ما صرتوا بتعرفوا بعد الفعل المساعد في عندي verb zero. برجع بعيد. your friend looks handsome. ما في عندي فعل كون. ما في عندي فعل مساعد. معتا انا من عندي بدي ضيف do او does. باختار does لانه الفاعل he. بتصير your friend does not look handsome. ليش لنا الاس? لانه بس نضيف فعل مساعد رح يصير في عننا verb zero. وطبعا الdoes not فينا نختصره بتصير doesn't. انتبه انه كل شي فينا نختصره مع عدل am not. ما في الى اختصار. وهيك خالصين من النفي. صفيان عنا فكرة صغيرة. يلي هي التحويل لسؤال. هلأ لاحظ كيف رح تبلش تتكرر المعلومات من اليوم ورايح. خلص الصعب وصار كل شي مكرر وسهل. he's really funny. هو حقا مضحك. طبعا الفاصلة is تعلمنا انه هي اختصار ل is. في عندي فعل كون. معتا الامور محلولة. بمسك فعل الكون وبزيحه لأول الجملة. is he really funny? كمان مثال. they're good at math. they're هي اختصار ل they are. وبما انه عندي فعل كون. بمسك فعل كون وبزيحه لأول الجملة. صار are they good at math? هل هم جيدون في الرياضيات? ولما تجيني جملة ما فيها فعل كون. ما فيها فعل مساعد. انا من عندي بضيف الفعل المساعد وبزيحه لأول الجملة. بتصير do she plays the violin. طبعا عندي غلطين بهالجملة. مين فيه وقف الفيديو يفكر فيهن? الخطأين. هنا اول شي بدالة do لازم اختار does. لانه عندي شي. وكمان الخطأ التاني انه لما ضفت فعل مساعد معانة الفعل الاساسي لازم رجعه للverb zero. بتصير does she play the violin? هل هي تعزف الكمان? هدول الاسئلة نحن منسميهم yes or no. لانه الاجابة عليهم بتقوم ببساطة يا اما yes او no. ومنستخدم نفس الفعل المساعد اللي استخدمنا للسؤال. يعني is he really funny? yes he is. are they good at math? yes they are. does she play the violin? yes she does. هاد منسميه كمان short answer او جواب القصير ما فيه اسهل منه. تستخدم نفس الفعل المساعد او فعل الكون يلي عم تسأل فيه. لاخذ العلم انا مريت بسرعة على التحويل لسؤال لانه رح خصص فيديو لتشكيل السؤال. رح احكي عنه بالتفصيل الممل. بعد ما اعطيكم الازمين الاساسية. وهلا صار وقت تعمل لايك اذا عجبك الفيديو. وتشترك بالقناة. وتعطيني رأيك بالفيديو بالتعليقات. واذا لقيت فعلا فيه فائدة بالفيديو. تشاركوا مع رفقاتك لحتى تعمل فائدة. كنت معكم المدرس محمد حماد. بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.